وده الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 21 إلى مارس 22 والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية فضلا عن خطوات تطوير وميكانة مصلحة الضرائب وكذلك ميكانة المنظومة الجمركية بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي اشتركوا في القناة